أصدقائي المتابعين اللي نسعن بكم في فيديو صادم جديد فيديو لطالبة بجمعة العريش كلية ببطري الطالبة نير صلاح الزغب حديث الساعة بسبب تعرضها للوفاء قامت الطالبة بسم نفسها وماتت في الحال بسبب تنمر زملائها عليها القصة بملخص شديد لأصدقائي وأحبائي المتابعين هي أن الطالبة كانت تسعى إلى الطموح والنجاح في كلياتها عشان تقدر تمارس الحياة وتنجح وتتفوق في حياتها إلا أنها حصل مشادة ومشجرة بينها وبين أحد رفقتها بالجمعة قامت الطالبة اللي قامت بالمشاجرة معاها بتصورها وهي في حمام منزل السكن اللي كانوا يقتنوا في الطالبات وبتزتها بالصور صورتها لها وتنمروا عليها هي واحد صاحبها البنت ما استحملتش الدغوطات كلمت أحد المسؤولين في الجامعة الذي لم يبالي ما وردته هذه الفتاة حتى أن قامت بقتل نفسها استراحة لما رأته من أحداث من تلك الطالبة وصديقها يقال أن الذين يدعمون هذه القضية هم ينتمون إلى أحد المسؤولين لذلك تم الترمخ على هذه القصة ورد نجيب سويرس في أحد تصريحاته دمك في رأبتهم اعتبرها أهل العريش أنها شهيدة تستحق الجنة لما مورسوا عليها زمنا إلى هنا ننتهي الفيديو في انتظاركم في قادم الفيديو